ارجع مرة تانية للتحكيم امبارح وفكرة العدالة والحماية يعني دورك كقاضي داخل الملعب انك توفر العدالة للفرقتين انك انت تحكم بما يمليه عليك القانون بحيث تضمن لكل فريحة لكن دور كمان اصيل جدا بينتج عن قراراتك هو احساس اللاعبين بانه الحكم واحد من اهم ادواره انه يحميهم في الملعب وده قولا وحيدا لم يتحقق في مباراة امبارح وانا جايبها لحضراتكم اللاعبات دي على سبيل المثال وبعرضها على لجنة الحكام وعلى خبراء التحكيم في مصر هل اللاعبات دي من الممكن ان احنا نختلف فيها هل اللاعبات دي ممكن تخش في اطار وجهات النظر يعني واحد يقول واحد من وجهة نظره يقول طرد واحد من وجهة نظر تانية يقول اساسا مش فاول في حاجات فيها ممكن نخش في جدال ولا هي شديدة الوضوح وضوح الشمس نبدأ مع حضراتكم بواحدة من الحالات اللي الحقيقة ما يختلفش عليها اتنين دي لعبة اكرم توفيق والتحام يستدعي بشكل واضح وعايز حد من خبراء التحكيم الناس طبعا اللي باحترمهم باكنلهم كل التأدير واحترام يقول لي ان اللعبة دي اساسها مش طرد التدخل العنيف ده اللي كان ممكن واللي ممكن في وقت تاني او معلعة تانية غير اكرم تنتج عنه اصابة وشوفنا حالات كتير جدا دي لعبة تستدق وبعدين حتى لو حكم الساحة زاويته خلينا نتفق انه ما شفهاش اللعبة دي قانون الكورة بيقول انها استدعي الطرد فبالتالي كان لابد انه حكم الفار يتدخل ويستدعي حكم الساحة في كور مفيش عليها خلاف الكورة دي وطبعا انا متفاهم انه من الوارد كابتن احمد عبدالرقوف يمكن كان شحل لعبته شوية زيادة يمكن اللعب على حتة انه لعبت النادي الاهلي عارفة كواس جدا انها هتخلص المطش ده وعندها مطش الترجي فشوية ممكن تبقى شوية ممكن تبقى خايفة على نفسها كل واحد نفسه يلعب مطش الترجي وبالتالي عايز اطلع من المعركة دي يعني سليم انت بتكلم على مدافع ما لا يمس الكورة اصلا وداخل بالستادز بتاعت الجازمة بتاعته يعني استادز بتاعته تحت الرجبة هنا على متين استفهام كبار جدا سواء على حكم الساحة اللي تجاهل اللعبة او على حكم الفار اللعبة دي ما تشافتش وكأنها كانت يعني اللعبة لابسة طاقت لخفة كل مصر شافتها معادة حكم الساحة وحكم الفار اللعبة التانية الحقيقة بتاعت كهرباء وبرضو فيها نفس نسبة التهور اللعب ما لمس الكورة ما دخلش على الكورة اصلا هو داخل يشيل كهرباء من على الارض اللعبة في التانية في التالتة مش عارف جبتوا لنا لعبة ربيعة كمان ولا لأ كان فيه عمف مباشر يعني مش عايزة اوصلها لكلمة ارهاب لكن هو الحقيقة اهل وحصل حالة ارهاب للاعابة الاهل للاعابة الاهل بعد التدخلات العنيفة دي طبيعي جدا انه كل يخاف على نفسه خصوصا لما الحكم ما بيدخلش لما الحكم ما بيحميش وفيه لعبة تالتة كمان مشابه شوية كانت على الخط وتعبه تقريبا ميتة يعني ممكن اللعبتين دول تكون في مناطق خطورة حتى لو مش خطورة واضحة او خطورة كبيرة جدا على مرمى البلدية فتستدعي التدخل العنيف ده ممكن افهمها مثلا يعني وقول لعبة يعني يعني حمسها جديد شوية خايفة شوية عايزة تمنع الخطورة على مرموها شوية لكن لعبة ميتة الكرة تقريبا تشيب طالع او ترامي ربيعة بيخلصها يلتحم مع لعب من البلدية فيشيله يرمي من الملعب بره المدرج خالص في لعبة ملهاش اي لازمة ملهاش اي خطورة لعبة في التانية في التالتة كل ده تقريبا في الشوط الاول طبيعي جدا انه احساس لعابة الاهلي في الملعب انه الحكم مش قادر يوفر لنا الحماية الكاملة وطبيعي جدا انه مش بلوم على لعبة الاهلي بصراحة دي لعبة رامي ربيعة برضه في الشوط الاول ايه التدخل ده يعني 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 انا مش قادر افهم لما الحكم في مرة واثنين وثلاثة يتجاهل انه يقوم بدوره في حماية لعبة النادي الاهلي منتظر ايه من من او نتيجة ده غير انك انت تشجع بالزبط كده يعني ايه تشجع لعبة بلدية المحل انهما يتمدوا في العنف وتخلي لعبة النادي الاهلي تفكر انها تحمي نفسها لان الحكم مش قادر يوفر لها الحماية في الملعب هل كابتن احمد عد الرقوف بلغ لعبته وانا طبعا لقى الدعي طبعا من حقه يفكر في حدود امكانياته ومن حقه يلجأ للأسطوب الدفاع العقيم انا متفاهم وانا لو ما كانه هفكر في ده انا بلعب النادي الاهلي في اكبر بطولات العالم بع بع فرق الامكانيات والتاريخ والدوافع كبير جدا فبالتالي هل جعل الطريقة دي لكن هل مثلا هل مثلا كان فيه تعليمات من الجهاز الفني انه يعني يبقى فيه لعب عنيف بالطريقة دي وماقدرش اللوم يعني حتى لو الجهاز الفني البلدية مدي تعليمات لعبته لعبه بعمفه على نادي النادي الاهلي عندهم مطش مثلا يوم السبت اللي جاي في تونس فكله هيبقى خافة على نفسه طب فين دور الحكم وما تفهموش كلامي غلط أنا مش بهاجم التحكيم في مصر أنا من مصلحتي جدا جدا انه الحكم المصري لكن هي ممارستكم بصراحة يعني 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 للأسف لو قلت بين قصين انه فضايح التحكيم المصري على السوشال ميديا بقت أداة للسخرية وأداة للضحك ده شيء يرضي ده شيء ما يرضينيش أنا قبل أي حد تاني وأتمنى أتمنى انه الأخطاء دي ما نشوفاش تاني في ملعبنا احنا النهاردة بتتكلم على زي ما بنتكلم عن اللعبة بتخش المطشاط بتلعب بدون ضغط جماهيري وده أثر علينا وأثر على منتخبنا بشكل كبير جدا أنا بتهيالي انه لما حكمنا يرجعوا يلعبوا في مدرجات وفي ملعب مدرجاتها ممتلئة هيعملوا ايه حجم الضغط النفسي عليهم هيكون ازاي تأثير التوجود الجماهيري على قرارات التحكيم من المدرجات هيكون ازاي هالنهاردة بنكلم على قرار مهم جدا 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 في عودة الجماهير في كل ملعب مصر في كل ملعب مصر بحد أقصى باستثناء القاهرة وبرج العرب وبيترو سبورت وحرص الحدود لكن معدى ذلك كل الملعب ساعة كاملة اختبار صعب جدا للتحكيم المصري الحقيقة وأتمنى أتمنى أنه ينجح فيه على